الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ما يوليه حمدا يرضيه والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم مع الله كل عام والله عز وجل راض عني وعنكم تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال إيه يا شهر رمضان إيه يا شهر الشهور إيه يا شهر القرآن يا شهر الأمان أين ذهبت يا شهر الإحسان سلام من الرحمن كل أواني على خير شهر قد مضى وذماني سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن كل أماني لإن فنيت أيامك الغر بغتة فما الحزن من قلبي عليك بفاني أيها الأحبة لماذا ينتكس الناس بعد شهر رمضان؟ أليس رب رمضان هو رب شوال هو رب كل الشهور؟ ما هي مقتضيات القبول يا ترى؟ وما هي مقتضيات الحرمان؟ كيف أعرف أنني مقبول؟ وكيف أعرف يا ترى هل أنا محروم أم لا؟ هذا كله سنعرفه بإذن الله تعالى مع السادة المشايخ الأفاضل الأكارم الذين شرفنا بهم في هذه الحلقة اسمحوا لي أن أتقدم بتقديم السادة المشايخ الكرام أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنهم صالح الأعمال مرحبا بك سيدنا الشيخ أحمد عبد الرؤوف يا مرحبا أهلا وسهلا بك الشيخ أحمد تقبل الله من يوميكم صالح الأعمال اللهم آمين مرحبا بك أخي محمد أهلا وسهلا بك محمد الشيخ أحمد موسعد ربنا يبارك فيه يعني سبقنا إلى الأستوديو ربنا يا ربي يجعل هذا السعي في ميزان حسناته قارئ صوت جميل وأداء راقي ربنا يتقبل منه ومنك صالح الأعمال مرحبا بك يا سيدنا الشيخ وجيه أهلا بحضرتك فضلت الشيخ وجيه الصاوي نورتنا وشرفتنا وأكرمتنا ربنا يبارك فيك ويبارك في الأمة الإسلامية ويجعل وعيد باركة وعيد سعادة وعيد سرور عليهم إن شاء الله اللهم آمين يا رب العالمين كل عام وأنتم بخير تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال تسمح لي سيدنا أن ندع الفرصة لفضلتك إنك أنت تهني الأمة كلها أولا بعيد الفطر المبارك فضلي الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد جزى الله فضيلة الشيخ محمد الحسنين على هذه التقدمة الطيبة الرائعة التي ما أستحكها والله أسأل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأهنئه بهذا العيد المبارك وكذا أهنئ إخواني الحاضرين معي في هذه الحلقة المباركة كما أهنئ الأمة الإسلامية جمعا بالعيد المبارك والله أسأل أن يجعله عيد أمن وأمان وسلامة وطمأنينة وإيمان وأن يجعله بالخير والود والبركات دائما على كل أفراد الأمة الإسلامية إنه ولي ذلك والقادر عليه كل صنطب يا شيخنا وحضرتك طيب والشيخ كل عماتهم بخير يا شيخنا الشيخ وجيه وحرك بألف صحة وسلامه الكاميرا معك نعم لتهنئ كل المسلمين وكل الأمة في ربوع الأرض بهذا العيد المبارك تفضلي الشيخنا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه أنا أشكر الله تعالى أنه أوقفني هذا الموقف فسط هذا الصحب المبارك وأمام جمع الأمة الإسلامية والله تعالى أسأل أنه يجعله عيد سرور وعيد فتحة على أمة الإسلام ويجعل فيه عيد عودة لعز الأمة ولله تعالى وأن يحفنا بالقبول وليجعلنا من الخاسرين في هذا الشهر الكريم وأن يجعل بداية هذا اليوم اللي هو فيه بداية أشهر الحج انطلاقة جديدة لموسم طاع جديد نتقرب فيه إلى الله عز وجل وكلنا رجاء في الله عز وجل كلها محرك بخير يا شيخ كلها محرككم بخير والأمة كلها بخير تقبل الله منكم صالح الأعمال كلها محرك بخير يا شيخ محمد عايزينك بقى تهني الأمة ولكن بابتهال بصوتك العذب الندي تقبل الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على الدنيا ترجمة نانسي قنقر وعاد الطير في الآفاق وعاد الطير في الآفاق يشدو وأوب صوته شاب وجيل أتيت أتيت على الزمان أتيت على الزمان بكل فراخ وبالأفراح قد برئى العليل ففي الأعياد كن سمحا كريما وللأرخام صلها يا أصيل فتح الله لك شرفتنا ونورتنا شيخنا الشيخ أحمد فضيل لماذا ينتكس الناس بعد شهر رمضان حقيقة أنا قلبي على الناس أحب الناس مثلك ومثل الشيخ وجيل ومثل كل الدعاء المخلصين أمثالكم فأرى الناس يتساقطون بعد شهر رمضان وأحصل الكسل ويحصل الفطور ما السر وراء انتكاس الناس بعد شهر رمضان فضل الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد رحمة واسعة ونعمة من الله سابقة أن يخرج العبد من رمضان وهو مغفورا له فيا هذا إياك إياك أن تعود بعد أن صرت حرا إلى رك الأوزار يا من أعتقك مولاك من النار أيبعدك مولاك عن النار وتوكع نفسك فيها أينكذك مولاك من النار وتوكع نفسك فيها إن كانت رحمة الله للمحسنين فإن المسيء لا ييأس منها وإن كانت مغفرة الله للمتقين فإن الظالم غير محجوب عنها ينتكس الناس بعد رمضان لأنهم توهموا أو زعموا توهما خاطئا وزعما خاطئا أن رب رمضان أمرهم بالعبادة في رمضان دون غيره من الشهور ولكن الله تبارك وتعالى إن كان قد اصطفى رمضان على غيره من الشهور فإن الله تبارك وتعالى أمر العبادة جميعا بأن يعبدوه في كل أوقات العام فها هو الشهر الكريم الذي قد ارتحل والله أسأل أن يغفر لنا وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار ومن المقبولين جاء بالتزامن بعد شهر هو حساب ختامي لرفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى وكأن رمضان هذا كان منحة إلهية ربانية يقول الله عز وجل لنا فيها وكأنه يبين لنا يا من فرطت قبل رمضان أتاك رمضان فماذا فعلت فيه صمت صليت قرأت القرآن سلط الأرحام بررت الواردين قضيت حوائج الناس فعلت ما فعلت من صالحات لا تنتكس بعد رمضان فإن رب رمضان هو رب سائر الشهور وإن سائر الشهور تحتاج إلى إعمار بما عمر به رمضان فرمضان عمر من الأمة الإسلامية جميعا بتلاوة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير ومن سائر وصنوف العبادات من صلاة وصيام وصدقة وزكاة وغير ذلك فاعلم أن الله تبارك وتعالى يسجل لك كل عمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إذن الأعمال الصالحة شيخنا لا تنتهي ولا تتوقف بعد شهر رمضان لا تنتهي البتة والله تبارك وتعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين لا حتى ينتهي رمضان حتى يأتيك اليقين يعني إيش خنا حتى يأتيك الموت لا كما يتوهم بعض الناس أن حتى يأتيك اليقين أن تصل ويقول بعضهم أنا وصلت فلا أعبد الله جل وعلا بعد اليوم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فظل النبي صلى الله عليه وسلم قائما يدعو إلى ربه ومولاه ويعبد ربه حتى تفترت قدماه إلى أن خرج كما يقول الإمام البخاري في المعلقات خرج في آخر صلاة له يتهادى على رجلين كأن رجلاه تخطان الأرض من الوجع وهو من سيد الخلق وأكرم الخلق على الله محمد صلى الله عليه وسلم إزاك الله خيري شيخنا وجزاكم حقا الله يحفظ شيخنا الشيخ وجيه الله يسعى نفس السؤال أريدك أن تجيبني عايز إجابة شافية لماذا ترى هذا الانتكاس على بعض الناس أو كثير من الناس بعد شهر رمضان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الحقيقة رمضان شهر باهجة وشهر فرحة بيجتمع فيه الناس مع أول ليلة وهم يسمعون بأذن قلبهم وهم منادي ينادي يا باغي الخير أقبل تعالى ويا باغي الشر أقصر فمستقل ومستكثر من الناس من يهرول إلى بيوت الله عز وجل يعمرها بالقرآن ويعمرها بالصلاة ويعمرها بذكر الله عز وجل يجعل له عهد أن يختم في رمضان خاتمة كاملة ثم المسكين لعله ينتكس بعد أيام قليلة منهم من يعاهد الله عز وجل أن يكون له ختمة في كل أسبوع ختمة في كل ثلاث أيام وكل على قدر فتح الله عز وجل يعني ممكن يا شيخنا يختم ختمة كل أسبوع ويرجع ينتكس تاني برضو بعد رمضان وينتكس بعد رمضان لا حول ولا قوة ختمة كل ثلاث أيام وينتكس بعد رمضان بل وربما ينتكس في رمضان نفسه ده كثير من حال الأمة وللأسف أن حضراك تجد كثير من الناس ينتهي رمضان بمرور يوم واحد من رمضان يوم ثلاثة رمضان خلاص النتيجة انتهت إيه لي بالنتيجة على شهر تاني يبطل صلاة بقى ويبطل يروح لا أقول لنا بكرة العيد وبكرة العيد وهنعيد معكم وبعد ذلك تجد الإنسان هذا كأنه ما كان يعبد رب رمضان فإذا كان رمضان شهر يفوت فرب الكون حي لا يموت جل جلا رمضان قصة قصة والتوبة فيه والهداية فيه قصة تذكرها دائما عندما أتلو قول الله عز وجل أوى من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها يا جميلة شيخنا شوف يا شيخنا والأمة كلها وديت بتبقى أمنية الله الواحد بيبقى في غاية السعادة الأمة تبقى رايح المسجد الناس جاي من هنا وجاي من هنا وده جاي من هنا وده جاي واخد ابنه وده زوجته ماشي معاه وده بينزل من العربية أولاده عشان يخش وصله وبعد الصلاة مستنين بعضه فرحنين وبهجة وإفنا نصلي جنب بعضه وإفنا نحب بعض بعد شتات كبير أوي 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 كيف أن الأمة تسيب هذا المعنى الجميل كيف أن أنا كمسلم فرد أن أنا بعدما أحيى الله عز وجل قلبي ودب في قلبي هذا النور أسيب النعمة دي هل يتخيل إنسان أنه بعدما وقف يصلي كل ليلة صلاة العشاء وقف بعدها في صلاة التراويح وقف عمال يدعو في القنوة ويقول يا رب وتجد الأيدي مرتفعة والدموع تسح من عين الدعاء إلى الله عز وجل بعد ذا هل يمكن من ذاق حلاوة هذه الصلاة وحلاوة هذه المناجاة أن يترك ذلك الجواب أنه لم يذوق الحب ما أحبش ربنا سبحانه وتعالى لم يذوق الحب لم يذوق الحب كلمة السر كلمة السر أنه لم يذوق الحب لو ذاق الحب لا لازم الباب آه نعم الله أكبر أحد إخوانا بيحكي لي قصة التزام وده من فرسان الدعوة في عندنا في الغربية ما شاء الله وأنا أهني شعب الغربية ربنا يكلم ومصر كلوها الأمة العربية بهذا العيد الجميل اللهم أمين بقول له إي قصة بيحكي هو بيقول إيه تعرف إيه قصة التزامي قلت له إيه قال كنا في رمضان وكان فيه بنت بنت الجران كنت بحبها الأخ ده أنا عارف أنه هو يسامحني وأنا بحبه في الله بيقول كنت أجي كل ليلة أبويا وأبوها والناس كلها عشان راحين يصلي الترويح وأنا فطرت كلت لقمتين بتوعي وطلعت جاري فوق سطح البيت بيقول وكان فيه جدار صغير كده بيننا وبينهم بيقول فأنا أعمل إيه أشب بطول الليل والله كده بيقول يا شيخ محمد بول أشب بطول الليل كلام ده قبل ما يلتزم بقى يا شيخ محمد قبل ما يلتزم بقى خلاص بقى ما شاء الله دلوقتي بيقول واتنيني طول الليل واقف على طراطيف صوابعي لغاية ما يشغلوا قرآن الفجر أنزل جاري عشان بقى أصحي أبويا وأصحي أمي وأبدأ أجهز لهم اتقي بقى بول وللأسف الشديد أجري بسرعة جدا قبل صلاة الفجر وأخش أنام بول لغاية ما جيت في يوم واحد خدني من إيدي شافني من الجران فبولي أنت كل ليلة بتعمل كذا أخرتها معك إيه تعالى صلي بيقول روح تصلي بيقول إحنا دخلنا في صلاة العشاء وهصال العشاء إحنا متفقين وهخرج على طول بعد العشاء على طول بول دخلنا في صلاة العشاء والراجل اللي هيقيم الصلاة ما قامش الصلاة بول قمت تخنقت بول فاندالي هنا قال لي أنت كل ليلة واقف على طراطيف صوابعك لغاية الفجر وجيت دلوقتي مش مستحمل عشاء لغاية ما يقيموا الصلاة سبحان الله قلت له هو ده الحب الحب هو اللي وقفك طول الليل ما دريتش بالصلاة ما دريتش بوقفتك هيا اجتني بكلامك عن الحب ابن القيم بيقول كلام ماتع جدا جدا في الحب نعم شيخ بيقولي بقى شيخنا بيقول أن الحب هو إيثار المحبوب على جميع المصحوب الله نعم بيقول أن الحب هو إقامة الخدمة مع ترك الحرمة الله بيقول الحب هو أن تكون بحبك حبك مبذولة وعن حبيبك لست مشغولة الله بيقول أن الحب هو سفر القلب في طلب رضى الرب على كل حال ولهج اللسان بذكره الله فسبحان الله هذا التعريف الأخير له سفر القلب في طلب رضى الرب في كل حال ولهج اللساني بذكره هذا يؤكد كلام حضرتك بالضبط أن هؤلاء الذين عبدوا الله اللي تحجبت دي في رمضان عجيب وألعب بعد رمضان عجيب بطلت تحط مساحيق في رمضان نعم ومكياج وبعد رمضان بدأ التاني رجع التاني للمكياج تاني والمكياج تاني والمكياج تاني كل ثلاثة أيام يختم كل أسبوع ويبطل تاني بعد أن ذاق حلاوة هذه العبادة يبطل تاني بعد رمضان اللهم استرنا يا رب العالمين يصلي ويبكي وراء الإمام في شهر رمضان ويبطل قيام ويبطل تهجد ويبطل قيام ليل بعد شهر رمضان لا حول ولا قوة إلا بالله أسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا الإيمان آمين آمين طلعيني خوفي نسفأ اليوم العيد لا بس إحنا عايزين نقول إحنا خيفين على نفسنا والله بنحبك في الله وطلعين عايزين نفرحكم ونبشركم جميعا بالقبول بإذن الله تعالى وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم والسادة المشيخ الحضور وكل السمعين الآن من أهل الجنة اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الرحمين اللهم جعلنا من عبادك المقبولين المرحومين اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين المرحومين برحمتك يا أرحم الرحمين الآية أول آية من الآيتين دول قول الله عز وجل ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ونعيز نسمحها بم محمد ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا هذه حسستني بإمتى أنا أنا حتكلم عن نفسي أنا نفسي الأمر بالسوء الله ما تب علي يا رب وعلى عصات المسلمين ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله أحيانا الواحد ممكن يغتر بعبادة والعياذ بالله وينزل في قلبه كده لحظة عجب بعبادة ده ختم ختمة في يومين قاعد كده في الاعتكاف في يوم وليلة ختم ختمة في يوم وليلة ختمة واحدة فيبص النفس أو يبص العمل ده وبعدين بعد لما يخلص الاعتكاف يلاقي نفسه مش عارف يجيب ختمة في عشر تيام ربما علشان البصة دي اللي هو بصها لنفسه في هذه اللحظة الله يقول ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا اللي دخل المسجد وبعد كده امتنى عن المسجد بعد كده بقى يعد على المسجد وقت صلاة الجماعة وكأنه الناس لاعرف إنه ده مسجد ولاعرف إنه ده وقت أذان ولا سمع الناس ويابت صلي الله يقول ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا لساب لحيته اللي اتنقبت ولا لبست حجاب وبعد كده حلق لحيته أو رفعت نقابها أو حجابها بنقول لها ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسياجز الله الشاكرين اللي قالت تانية يا شيخنا لأنا بحذر نفسي منها والسادة المشاهدين كلهم وسمحوني إنه ده يوم عيد لكن لازم ده هذه الأمانة يعني فر أبتي كان أول مرة كأن أنا أفهم هذه الآية كأني أستطعم هذه الآية من يومين وأنا بحضر للحلقة دي ما أحضرتك والله كأني أقرأها لأول مرة قول الله عز وجل في سورة النحل ولا تكون ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافة كأن واحدة كده عملت بلوفر حلو أوي قعدت تغزله ليه لو التانية واهتمت بيه وبعد كده أمت سحبة من الطرف في الخيط وأمت فكاه كله ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافة أن تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ قِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ وَلَيْهِ تَخْتَلِفُونَ شيخنا الحبيب الشيخ أحمد هل الأعمال الصالحة الشيخنا بتتوقف بعد شهر رمضان يعني الحسنات شغالة وجرية في رمضان فقط ولا ما زال الأعمال الصالحة بابها مفتوح وكثيرة جدا والأمر ممتد حتى بعد انتهاء شهر رمضان فضل الشيخنا الحبيب دعني أقف وقفة بسيطة سريعة مع الآية الأولى التي ذكرت وهي قول الله جل وعلا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضْرَ اللَّهَ شَيْئًا الله جل وعلا ما خلقنا خلقنا ليستكثر بنا من وحدها ولا ليستأنس بنا من وحشها ولكنه خلقنا لعبادته وتكلمت حضرتك عن العجب وعن أن يغطر الإنسان بعمله قد يكون الإنسان أدى في رمضان ما أدى من صلوات مفروضات خمس صلوات في اليوم في ثلاثين يوم مئة وخمسين صلاة تل الكرآن وختم ختم أو اثنين أو ثلاثة تصدق ما تصدق أدى ما أدى من ما عليه ولكن يأتي وهو من المحرومين والعياذ بالله ما السر في ذلك إنه عجب إنه اغترار بالعمل ولذلك هذه من أكثر الأمور التي يتحسر عليها العبد يوم القيانة دا بالنسبة للمعمل وانقلب على عقبائي طيب ولي ما عملش خالص اللي ما أعملش خالص يعني اللي كان يفطر في رمضان واللي ما تحاجيتش حتى في رمضان واللي ما صلاش حتى في رمضان واللي ما مسكش المصحف حتى في رمضان واللي ما كانش بروح المسجد في الترويح واليفتهاكت في رمضان لا أقول عنه إلا هذا مسكي فارجع إلى ربك فإن الذي خلقك وإن الذي رزقك هو الذي أمرك بعبادته وبخاصة في هذا الشهر الكريم الفضيل أقول أيها الحبيب أقول لسادة المشاهدين وللمستمعين أن العجب هذا الذي أذكر عنه يقول الله تبارك وتعالى ويبين أن مما يتحسر عليه العبد يوم الكيامة أعمال صالحة كثيرة ولكنها كدرتها مكدرات الأعمال وشابتها شوائب من هذه الشوائب العجب عياذا بك اللهم من العجب ومما يكربنا من العجب ولذا يقول الله تبارك وتعالى وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون شيخ نشيخ وجيه حضرتك في أعمال صالحة بعد شهر رمضان ولا ما فيش أي نعم مدام رب رمضان لازلنا نعبده فلابد أن أنا ألزم الباب وديت من علامات القبول الله وبعدين لما نكون بنقول ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا هو ذاك الرب الذي يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه نعم يا أخي بيحبك نعم يا أخي تعالى أرب لربنا سبحانه وتعالى فإذا أحببته يا سلام عيش بقى يا شيخ محمد كنت سمعه كنت سمعه والذي يسمع به وبصره الله جل جلاله الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإيه ولئن سألني ولئن استعاذ به إيه الملك ده كله هل يعقل إن إنسان يفهم ذلك عن الله جل جلاله ثم ينتكس لانتهاء رمضان مسكين والله محروم والله يبقى لازم يقرب يا شيخنا لابد يقرب وهذا القرب لازم يكون بالأعمال الصالح نعم لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي نعم وما زال عبدي يتقر نعم يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه نعم فإذا أحببته وده كان هدي سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يتم رمضان يبادر لست من شوار صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وأنت بذلك تتعرض لنفحات الكريم جل جلاله خلاص رمضان يبدأ في ستة من شوار أيوة يالله سرع يعني فيه عباداته هو صيام فيه بعديه صيام أي نعم والقيام فيه بعد رمضان قيام نعم والقرآن فيه بعد رمضان برضو قراءة قرآن نعم وأنت في ذلك كله تتعرض إلى فضل الله عز وجل نعم ستة أيام مع الثلاثين صاروا والحسنة بعشر أمثالها ثلاثمائة وستين كأنك صمت ثلاثمائة وستين يوم نعم فذاك صيام الدهر تموت وقت تموت وأنت مفطر ولكنك عند الله صائم لأنك استفدت بهذه المنحة من الله عز وجل وأخذت ذاك الفضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذاك الذي ذاق حلاوة القيام لازال واقف بالباب لأنه ممن قال الله عز وجل فيهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع هو داء الحلاوة بقى يا شيخ محمد مين اللي يحوشه هو شوال جه وقف فيه حد اسمه شوال تعرفوه ممكن يجي يكون وقف وقف في طريقه يعني لا أبدا إنما هو قصد الله عز وجل في رمضان والله عز وجل لازال بغيته ومناه بعد رمضان حسن يا شيخ محمد الله خيرا نتوقف على باب القبول مع حضرتكم بإذن الله تعالى لتعرفونا وتعلمونا ما هي مقتضاية القبول وكيف نعرف أننا مقبولين بإذن الله تبارك وتعالى بعد هذا الفاصل فاصل ونتواصل معكم هذا الفاصل لتصلوا على النبي محمد وآله نلتقي بعده والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله المشيخ قبل الفاصل علمونا أن الأعمال الصالحة لا تنتهي بعد شهر رمضان وأن رب رمضان هو رب شوال هو رب شعبان هو رب كل الشهور وأننا ينبغي أن نحذر من تقلب القلب بعد شهر رمضان والحقيقة حضرني بعض الآثار بسرعة كده أثناء هذا الفاصل السريع اللي قعدنا في نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآثار لتعرف أن العبادات ما بتنقطعش بعد شهر رمضان مثلا في القرآن الحسن بن صالح يقول ختمت القرآن خلف كل سارية من سواري هذا المسجد مرة ختمت القرآن خلف كل سارية كل عمود من عمدان المسجد دي أنا أعرفه ويعرفني بحبه وبيحبني وراء كل عمود كانوا يريدوا أن يشهد نعم نعم أحسنت يا شيخنا برضو في قضية الصيام تذكرت موقف جارية الحسن بن صالح لما باعها في السوق باعها لناس تنيين فلما حضر ثلث الليل قالت الصلاة الصلاة أخذت تنادي في أهل الدار يا جماعة الصلاة صلاة يا جماعة أوموا عشان تصلوا فقالوا لها أأذن الفجر قالت الفجر ألا تصلون إلا المكتوبة إيه ده هون تظلوش غير الفرض بس الفجر فألا تصلون إلا المكتوبة فذهبت في الصباح إلى الحسن بن صالح وقالت له بعتني لقوم لا يصلون إلا المكتوبة رداني لقد بعتني لقومي سوء أمان لو جات في يامنا ديت يا شيخنا أي صحيح وفين الفجر تاني وفين الناس اللي كانت معمر المساجد وفين الناس اللي كانت معمر المساجد لا حول ولا قوة إلا بالله يحضرني فضلت الشيخ محمد حديث لا طالما ذكرنا به الناس في رمضان وهو النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح ذات يوم ويتوجه إلى أصحابه ويسألهم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا من أطعم منكم اليوم مسكينا وفي رواية تصدق بصدقة قال أبو بكر أنا حينما تنظر بتأمل وتدبر إلى لفظة هذا الحديث تجد أن السؤال هذا ما كان في الفريضة ما كان في صيام رمضان المفروض وإلا لما لكال كل أصحاب النبي أنا يا رسول الله ولكن انفرد بها انفراد لمن لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهذه دلالة عظيمة على أن الأعمال الصالحة لا بد أن تكون في رمضان وأن يستكثر منها أيضا بعد رمضان أيضا يا شيخنا ممكن نقول أن فيها دلالة على أن العبد الرباني ينبغي أن يكون جامع المنفذ يقف على كل باب كل طاعة يقدر عليها يقف عليها فسيدنا أبو بكر كان سباقا إلى الخيرات كل طاعة يتعلمها من سيدنا النبي عايز يعملها عايز يطبقها عملية تفضل يا شيخنا سيدنا الصديق رضي الله عنه ويضرب لنا بمرؤته وشهامته وزهده وورعه وتكوى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أروع الأمثلة وهو الفاروق عمر رضي الله عنه يقول ذات يوم كنت أرى الصديق رضي الله عنه يصلي بنا ثم يخرج مهرولا مسرعا فتتبعته يوما بعد يوم فإذا به يذهب إلى بيت امرأة عجوز لا تستطيع القيام بحاجتها فيذهب إليها ثم يقضي لها حاجتها ويخرج فقال الفاروق عمر والله لأسبقن الصديق رضي الله عنه في اليوم التالي ولا أتركه يسبقني بهذا العمل فقال الفاروق عمر ما انتظرت حتى صلينا الفجر ما انتظرت حتى صلينا الصبح ولكني خرجت قبل صلاة الصبح إلى هذه المرأة العجوز لأقضي لها حاجتها وأذهب إلى المسجد فلما ذهبت إليها قبل صلاة الصبح وإذا بي أجد الصديق رضي الله عنه قد قضى حاجتها وخرج فقال تبا لنفسه تبا لك يا ابن الخطاب أمثلك يناطح أبو بكر الصديق رضي الله عنه هم كانوا يتسبقون في الخيرات صحيح في موقف الصدقة يا شيخنا لما حرضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة وجاء أبو بكر وجاء عمر قال ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم مثله يا رسول الله ثم جاء أبو بكر وماذا تركت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله رسوله فكانوا يتسرعون في الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض فقه السلف يا شيخنا بالنسبة لعمل الأعمال الصالحة والمدوامة عليها كان عجيب يعني حينما يقول الله عز وجل اذكروا الله ذكرا كثيرا لقيت مثلا عمر بن هانئ وهو من التابعين لما سئل ما لنا لا نراك تفطر عن الذكر لا تفطر عن التسبيح ولا عن التكبير كل من شوفك نقف معاك من إيج بتسبح بتكبر بتحمد بتهلل كم تسبح وكم تكبر قال أسبح الله في كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة غير ما تخطي الأصابع بيعمل كل يوم 12 ألف تسبيحة غير ما تخطي الأصابع غير اللي بيغلط فيه في العدد ايه الهمة العالية دي انه حريص على الأعمال الصالحة اللي يتعلمها من سيدنا النبي أما مثلا واحد زي أسامة بن زيد يا شيخنا يشوف سيدنا النبي بيصوم اتنين وخميس بعد كده هو يصوم اتنين وخميس وما يسبش اتنين وخميس لا في حضر ولا في سفر ايه الهمة العالية دي أبو هريرة مثلا يا شيخنا يقول أوصاني خليلي بثلاث فلم أدعهن أبدا صلى الله ايه هم التلاتة دول الركعتين الضحى وإيه كمان وإيه صلاة الوتر وإيه كمان الثالث والرابع عشر والخامس عشر احسنت تلاتيام صيام تلات أيام من كل شهر 13-14-15 تلاتيام اللي الناس بتسميهم اليام البيض تلاتيام القمرية دول 13-14-15 قال سيدنا نبي أمرني بيهم صلى الله عليه وسلم ليس حاسبهم أبدا لحد لما موت أوصاه بركعتين الضحى قال ليس حاسبهم أبدا لحد لما موت لاسف سنة مهجورة يا شيخ محمد ركعتين الضحى الآن سنة مهجورة ينبغي أن يذكر بها الناس وعلى كل داعية في مسجد أن يذكر بها الناس فما ترى الناس يصلون بعد الصبح إن صلوا الصبح وقتها من إمتى يا شيخنا نعم وقت الضحى من إمتى وقت الضحى يعني يصلي الإنسان الصبح أولا ثم ينتظر حتى تطلع الشمس وتكون بعد طلوع الشمس بمقدار ميل يعني بمقدار ما بين 15 دقيقة وتلت ساعة فلكية يبدأ الإنسان في صلاة الضحى يبقى بعد الشروق بتلت ساعة نعم تقريبا لحد قبل الظهر نعم بنصف ساعة تقريبا نعم بنصف ساعة تقريبا أقلها ركعتين وأكثرها أكثرها ثماني ركعتين أحسنت جزاك الله الخير فضلت الشيخ وجيه علمنا العلماء أن من مقتضايا القبول الإنكسار لله ومعرفة الله والذلة والمسكنة لله عز وجل فوقفنا على هذا الباب بارك الله فيك هذا أصل أصول السير إلى الله عز وجل نعم أن العبد يعرف مقامه أنت عبد والعبد ليس له إلا أن ينكسر نعم ويخشع ويخضع سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رأيناه لما كان يصلي ولا سمعناه بس سمعناه ونقل الصحابة لنا هدي الأخبار كأننا رأيناه رأيناه صلى الله عليه وسلم لأنه قال صلوا كما رأيتموني لما انتهى من صلاته وهو خير من صلى وصام صلى الله عليه وسلم بيصلي بيصلي وليما بيصلي صلى الله عليه وسلم انتهى من صلاته صلى صلى الله عليه وسلم فقلنا Gibi يقول الحمد لله صليت لا قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تستغفر من إيه يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه يعلمنا وقفت بين يدي ربي كان ينبغي أن أصلي أفضل مما صليت ولما صمت وده كان صيام ده أنا المفروض أقول كده وحضرتك ونتعلم كلنا كان المفروض أصوم أحسن من كده كان لازم أخشى أكتر من كده لسانه حال النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبغي أن تطول أكثر مما طالت ويزيد فيها خشوعي ويطول فيها سجودي وأنكسر فيها لربي أشكو فيها حاجاتي وأبث فيها فقري وأبث فيها حزني ثم أنزل حاجاتي بالملك جل جلاله فلا يزال يقول يا رب يا رب ترى مثل حالنا ماذا كيف ينبغي أن يكون حاله إلى الله نشكو حالنا بل ورسول الله كان يفعل هذا يا سيدي صلى الله عليه وسلم يعني كان يطيل السجود حتى يقول أنس نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد السجد الواحدة من قيام ليله قدر ما يقرأ أحدنا من الصحابة خمسون آية نعم أدي خمسين آية من قراءة صحابي رأته أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهو ساجد فأطال سجوده فخافت عليه صلى الله عليه وسلم ثم هو يقول يا عائشة ذريني أتعبد لرب الله ذريني يقوم فتتورم قدما فيعاتب صلى الله عليه وسلم فيقول أفلا أكون عبدا شكورا يعني مع اجتهاده في العبادة إلى هذا الحد إلا أنه منكسر متذلل خاضع لله لا يشعر بشيء من العجب مطلقا في قلبه عليه الصلاة والسلام عبد يا شيخنا عبد إيه عبد؟ عبد جاي من الشيء المعبد الشيء المذلل فهو ذليل اوعى ترفع راسك الصحابة وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فتح الله عز وجل عليهم مكة وهم ذائبون إلى الطائف المسافة لا تستوجب ما قضوه من وقت ولكن إيه ذنب الصحابة اللي أذنبوه؟ شيء جاء في القلب اسمه إيه؟ العجب ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم قالوا لن نغلب اليوم من قلة فبوغتوا فنيل منهم منهم وكان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العجب لم يصب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أصاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى شيخنا نقول إن من مقتضيات القبول نعم ونقول إن إحنا نعرف إن إحنا مقبولين ولا لأ بعد شهر رمضان هل أنت شايف الأعمال اللي أنت عملتها في رمضان دي إنك إنت عملت حاجة يعني ربنا حاشا لليه كأن إحنا يعني بمننا على ربنا عز وجل حاشا لليه حاجة لما بطلت أغاني ومسلسلات وأفلام يعني في رمضان لا ده إحنا اللي أمس الحاجة إلى رضا الله إنت عملت كده وإنت عملت كده على شهر ربنا يرضى عليك قال الله عز وجل من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون طب نسمع الآيدي كمان من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها والله يا شيخنا أنا اندهشت جدا من كلام سيدنا موسى بيكلم ربنا وبعدين بيقول له رب إيه تخيل شوف يا شيخنا بيقول له ويه قال له يا رب يا رب إني ظلمت نفسك إن صليت فمن قبلك يا الله وإن صمت نعم فمن قبلك نعم وإن تصدقت فمن قبلك وإن ذكرتك فمن قبلك يا رب إن ناديتك فمن قبلك كيف أشكرك فقال الله البلوغ رمضان في حد ذاته منه من الله تبارك وتعالى صحيح وإدراك رمضان في حد ذاته منه من الله تبارك وتعالى استفاء يا شيخنا نعم استفاء والشيخ السعدي بنا يختارني ويختارك إننا نعني لحد رمضان ويخلص رمضان وانعيد دلوقتي مع المسلمين ده الصفاء نعم الشيخ السعدي رحمه الله يقول أن السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا يدعون الله تبارك وتعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم إذا انقضى رمضان يدعون الله تبارك وتعالى ستة أشهر أن يتقبل منهم رمضان يقول الشيخ السعدي في هذا ليست القضية أن تبلغ رمضان ولكن القضية ماذا عملت في رمضان فكم من إنسان بلغ رمضان وخرج محروما والعياذ بالله وكم من إنسان بلغ رمضان وعمل من الصالحات وقدم القربات وأطاع رب الأرض والسماوات وامتسل سنة سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم فيبشر بالقبول عند الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى يبين أن النعمة أيها المشاهد الكريم قد طير حبس هذه النعمة وقيد هذه النعمة شكرها لله تبارك وتعالى نشكر الأعمال الصالحة لذلك يقول الله تبارك وتعالى وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم الشكر تفضل وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم عندك فضلت الشيخ محمد شكر النعمة شكر نعمة رمضان أن بلغت رمضان وأدركته وعيدت مع المسلمين أن تؤدي هذه النعمة بالعمل الصالح لله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى ما قال لآل داود كولوا شكرا ما قال لهم شكولوا الحمد لله ويقبل الإنسان يده وجها وظهرا ولكن قال اعملوا آل داود شكرا اعملوا اعملوا وقليل من عبادي الشكور انظر إلى هذه الآية تجد وكأن الله تبارك وتعالى في مثل هذه الآية كول اعملوا اشكروا الله على نعمة رمضان أن بلغكم إياه واختتمتموه بالعشر الأيام ثم العيد وعيتتم مع المسلمين بصلاة فهاهو النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ويقول ارحنا بها يا بلال يموت أصحابه يقول ارحنا بها يا بلال يقتل جنده يقول ارحنا بها يا بلال يضيّك عليه الخناق ويقول ارحنا بها يا بلال وكأن شكر نعمة الصلاة في رمضان أن تؤدي الصلاة بعد رمضان وقيام الإنسان خلف الإمام سواء كان يصلي بجزء أو بأقل أو بأكثر مهما استرسل الإمام في صلاته هذا دليل على أن الإنسان يستطيع أن يقيم الليل بعد رمضان وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين في الحديث الذي يقول فيه أتاني جبريل فقال يا محمد وهنا لم يكن له يا رسول الله يا نبي الله ولا يا أيها المدثر ولا يا أيها المزمل ولكن قال يا محمد وهذه دلالة على أن محمد هنا صلى الله عليه وسلم عبد لله تبارك وتعالى فهو مطالب أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى وهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارك وعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل شرف المؤمن من منكم يستطيع أن يفرط في شرفه من يستطيع أن يفرط في شرفه هذا الإنسان المسلم الغيور على أهل بيته لما يرى له ابنه أو يرى له زوجة خرجت أمام الناس أو تكلمت بخضوع من القول يعني يشمئز من هذا ويغضب ولربما ارتفع صوته على نحيبه ولكن شرف المؤمن قيام الليل فشكر الصلاة وشكر القيام في رمضان أن يكون الإنسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا إلا أنا أقول له حافظ على قيام الليل علشان دشرفك وليس وحده القيام على كل الأعمال الصليحة التي تمسكت بها في رمضان على كل الأعمال وإن أذنت لنا أكملنا ما هي جزاك الله خير وإلا نقلنا الكلام لشيخي نفسي طب نسمع هذا الابتهال من محمد موسعد ثم نكمل إن شاء الله إن شاء الله تفضل وإلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله العيد جاء فأشرقت أنواه وتهللت بجماله الأنهار العيد فرح ساهر وسعادة وسعادة بناهاره قد زارنا الإنعام ذكراه نور للأنام ذكراه نور للأنام وألفة ومحبة وسعادة ووئام فيه الخنان فيه الخنان فيه الخنان وفيه عطف شامل وفيه الأمان وشرق الإكرام شكنا الشيخ وجيه مطلعة عيب النفس والعمل نعم من مقتضيات القبول أن أطالع عيوب نفسي نعم وعيوب عملي نعم كيف ذلك؟ أرد على حضرتك وأخذ من أخيه الشيخ محمد حبيبي تفضل الافتتاحة الجميلة اللي ابتدأ بيها الله أكبر والله أكبر والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عيوب النفس كان يمكن أن أداويها الله أكبر وعشان كده ربنا جل جلاله قال وليتكملوا العدة و وليتكبروا الله مش عاوزين نفوتها دي النهاردة لأن دي من الغائبات المهمات عن الأمة يعني نعمل أو شيخ ننكبر يعني أو نعمل ما معنى الله أكبر نكبر ايه نقول الله أكبر وأكبر دماغنا نكبر إن شرح لي بسطلي ين überall أكبر ماذا تعني الله أكبر ماذا تعني الله أكبر التي بها أتخطى عيوب نفسي ومساوي عملي أن أعيش الله أكبر الاomon الله أكبر أكبر منك أكبر من نفسك الأمارة بالسوء نفسك التي أخذت إلى الله عز وجل في رمضان والآن تريد أن تفر بك بعيدا عن الله جل جلاله هذه النفس التي لطالما حنت إلى المساجد كان بيعتكف ربما من الظهر للعصر أو من العصر للمغرب ويطلع جري يفطر وجري على المسجد عشان يلحق الصف الأول جات نفسه غلبته ما عادش بيعمل كده بالوقت يعني نقول تعظيم الشعائر يا شيخنا أنا محتاج أعيش مع الله أكبر أكبر من نفسك التي بين جنبيك أكبر من شيطانك الذي يريد أن يغلبك أكبر من حظوظ نفسك وشهواتك عيش بقى الله أكبر دعها فيك تصرخ الله أكبر دع نفسك تنادي نفسك التي لا تعاديك نفسك التي خرجت بها من رمضان وداويتها وعالجتها قل لها يا نفس صرخي الله أكبر كفاية بقى كفاية اللي فات الله أعلم يطره بلغني رمضان تاني اللهم بلغنا رمضان يا رمضان يزاكم الله خيرا سيدنا نورتونا وشرفتونا وفي الختام في نصف دقيقة يا شيخنا يعني نصيحة للأمة نصيحة للأمة الإسلامية أنصح بها نفسي أولا قبل أن أنصحهم جميعا أقول رمضان ما أتى أيها الأحباب إلا لتطهير القلوب من الفساد أتى رمضان ومضى وهو مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد أديت فيه حقه فوعلم أنك إذا طهرت قلبك قد خليته قبل أن تحليه بعد رمضان فطهر قلبك من غل من حسد من ضغاء من كراهية من أحقاد من سخائم من أي مرض قلبي اجتماعي لأن الرمضان أتى لتطهير القلوب من كل هذه الأدناس ومن كل هذه الأمراض حسنت يا شيخنا إذن نصيحة طهروا قلوبكم نعم نزاك الله خير نصيحة الأخيرة يا شيخنا نصيحتي للأمة مش معقول طالب تلنا طول السنة عمالي زاكر وراح امتحن وبعدين نسي يروح يسأل عن نتيجة مش معقول واحد زرع زرعة وما رحش عشان يحصدها مش معقول أنا بقول روح يلا كنترول اسأل النتيجة بتاعتي عملت إيه يا طرى أنا نجحت ولا أنا ما نجحتش تعرفها في حال نفسك نعم فتش على نفسك يا طرى قمت صليت الفجر زي ما كنت بتقوم قبل كده ولا لا يا طرى أنت متشوف لصيام الست من شوال ولا لا يا طرى اللي اتنين وخميس هتقول أنا خلاص صومت الستة ولا في نصحة قوي يقول احنا هنصوم الستة اتنين وخميس يا عم وصوم يا عم قوم صوم التلت ايام وصوم اتنين وخميس وصوم الستة من شوال وتانيك مجدد العهد وتانيك عمال تقول يا رب احنا مش هفوت الأوائل منذ الحجة وهكذا دور على القبول ودور إن كنت والعياذ بالله من الصحيح يروح يسأل عن نتيجة يعني في الكنترول وإسأل عن نتيجة في الكنترول وده كله اوعى تبطل تقول يا رب يا رب يا رب أسأل الله أني جعلني وإياكم من عباده المقبولين اذن كانت النصيحة من أستاذ المشايخ أيها الأحبة طهروا قلوبكم أسأل الله أني يصفي قلوبنا اللهم طهر قلوبنا وصفي قلوبنا ونقي قلوبنا ونور قلوبنا برحمتك أرحم الرحمين وكانت النصيحة من سيدنا الشيخ وجيه حفظه الله تعالى هو أخويا الحبيب سيدنا الشيخ أحمد عبد الرؤوف كانت النصيحة أيضا لا تلتفت وروح الكنترول روح الكنترول اسأل الله القبول لازم تدور يا تارى ربنا قبلني ولا لا كان علي بن أبي طالب يقول يا ليت شعري من هو المقبول وفنه النية ومن هو المحروم وفنه عزية أسأل الله أني يجعلني وإياكم من عباده المقبولين لا المحرومين حنكمل بإذن الله تبارك وتعالى في نفس الموعد غدا وكل يوم من أيام العيد لأربعة يام بإذن الله تبارك وتعالى كل يوم في نفس الموعد هنكمل ربانيون لا رمضانيون هنعرف ذكرى إيه كمان برضو من مقتضيات القبول إيه برضو من مقتضيات الحرمان إزاي أننا نتأكد بثقة إن أنا قبلت اللهم اقبلنا واجعل هذا العيد برك علينا وعلى أولادنا وأحبابنا ومشايخنا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا تقبل الله عز وجل مني ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير كل عام وكل قناة الرحمة بخير كل عام وكل العاملين في قناة الرحمة من أكبرهم إلى أصغرهم وحاشاهم أن يكون فيهم صغير كل عام وهم جميعا بخير تقبل الله مننا ومنكم ومنهم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقبل العيد وهلا والهنافين تجلا يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين يملأ الحب سمانا مرحبا بمن أتانا الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ترجمة نانسي قنقر